كفاح ضد المستعمر ونضار من أجل كلمة حق ومقاومة كل التحديات الصعبة عناصر اجتمعت في حواء الجزائر وصنعت منها أسماء خلدها التاريخ وكرمتها الإنسانية ويكفي أن نضع اسم واحدا على الميزان لندرك ثقل المرأة في بلادنا عذراء الجبل فاطمان سومر التي ركعت جنرالات فرنسا قبل أن تنتقم هذه الأخيرة من خلال قوائم طويلة من الشهداء بين طياتها كتبت ألقاب لشهدات من مختلف العمار إعادة إعمار الجزائر المستقلة كان للمرأة نصيب منها من خلال بيتها كأم تربي الأجيال أو كعاملة في مختلف القطاعات أو كمسؤولة تبوأت مناصب عليا في كبريات المؤسسات فبارز حضورها في المحافل الإقليمية والدولية كما برزت معاناتها طوال عشرية سوداء أين اختطفت واختصبت واختيلت بسببها مجية الإرهاب الأعمى ورغم ذلك صمدت واختزلت سنوات الحزن والدموع في أمل جعلها تمضي قدما نحو الأمام فتحولت من مستشيرة إلى مستشارة يحسب لكلامها ألف حساب رغم ما أحرزته المرأة الجزائرية من تقدم جعلت الأمم تشيد به إلا أن كثيرات من بنات هذا الوطن لا تزال الآلام تنخر أجسادهن الضعيفة ألام الفقر والحرمان ألام الجهل والأمية ألام التهميش في مجتمع جزء كبير منه لم يهضم بعد ما كانت المرأة في الدنيا والدين وإن كانت أمه التي حملته وهن على وهن وفصاله في عامين